دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجزائرية إلى فتح تحقيق شامل في الأحداث العنيفة والمواجهات التي شهدتها منطقة غردايا جنوبية الجزائر بين مجموعات من السكان العرب ومجموعة من السكان الأمازيغ أسفرت عن مقتل خمسة وعشرين شخصا على الأقل من جانبها قالت وسائل إعلام حكومية أن قوات الشرطة والدرك أوقفت ثمانية وثلاثين شخصا وضبطت أسلحة إثر أعمال عنف غردايا وأن من بين الموقفين عددا من النشطاء أبرزهم الناشط الحقوقي المعروف الدكتور كمال فخار الدين